سؤال مدرعة يقول اتهام الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء هل هذا الاتهام في محل أقول أن اتهام الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء غير صحيح وأنا أذكر للإخوة الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا بأمر أوضح من هذا وأبيا وهو ما يسمى الإرجاء عند الفقهاء مرجعة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ومع ذلك فإن الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله يقول أن الخلاف بينهم وبين باقي أهل السنة لفظي وأنهم من أهل السنة ولا يجوز إخراجهم عن أهل السنة لأجل مثل هذا الخلاف هذا في من ينحي العمل عن مسمى الإيمان والشيخ الألباني يدخل للعمل في مسمى الإيمان يقول أن الإيمان يزيد وينقص لكن خالف في مسألة لا نقول أنه أصاب فيها مثل قضية تارك الصلاة ونحوها فهذا اجتهاد منه رحمة الله تعالى عليه يمكن أن يعالج بطريق بيان الأدلة الواضحة والبينة ونحرص على تكثير أهل السنة ونحرص على جمع كلمتهم ولا يجوز أن نكون إقصائيين بهذه الصفة مشكلتنا أننا أحيانا نتحدث عن بعض الآخرين الذين عندهم مثل هذا الإقصاء ونحن نمارسه أيضا وكأنه مباح لنا حرام على غيرنا هذا لا يجوز هذا كيل بالمكالين ووزن بميزانين هذا لا يجوز نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبيه اللهم صلى وسلم على نبيه